نظمت وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة أولا قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى بالشرقية بلقاح فيروس كورونا وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدرورة الاهتمام بكبار السن وحصولهم على اللقاح الخاص بفيروس كورونا شهدت القافلة تطعيم 180 مسنا بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالشرقية بالإضافة للعاملين بالدار وعددهم 80 موظفا اشتركوا في القناة